النادي الاهلي رسالته واضحة جدا مش عايزين حد يبقى له سبب انه يطعن الاحتمالي التالت ان ابناء النادي الاهلي خلاص مش هيتعنوا بس اثبتوا وجهة نظرهم اين كان الموضوع يجب ان تنتهي الامور بنهاية الانتخابات ويجب ان يتوقف التفكير في الطعن والاستمرار في الطعن والاستشكال ضد الطعن ودخل النادي الاهلي في ديلمة في انديا مش عارفة تخرج منها نتمنى هذا يعني فكرة ان انا ابحث عن الاستقرار يا جماعة لايحة النظام الاساسة الخاصة هالا فكرة استد وليدي الفيل نفسه قال كده قال انا لا اتمنى الطعن قال انا الا اتمنى الطعن هو كان متوجس ان النادي الاهلي يطعن بس النادي الاهلي قال انا يعني اذا كان لايه حق انا مش عايزه الوقتي يعني حق في استخدام شيء يعني انا عايز استقرار أستاذ وليد نفسه قال أنا ما كنتش معني أن أنا أوقف الانتخابات فإجراءتي لم تكن موجهة إلى إقاف الانتخابات كانت موجهة إلى حصولي على حق الترشح في كل الأحوال الأستاذ إبراهيم جهة إدارية مرشح إبعدوا الأهل عن ساحة الانتخابات عن السكت دي لأنه اللي بيدخل فيها ما بيخرجش لا بي عطلة وعادة إجراءات وإنفاق ونوع من التوتر ينبغي أن يحدث هو في الآخر خلص فكرة الانتخابات دي إيه فكرة أن الجمعية العمومية صاحبة الحق صاحبة النادي هي بتختار اللي ما تروح قدامة من وجهة نظرنا دول اللي يديروا نجب أن نحترم هذا يجب أن نحترم هذا ببساطة شديدة جدا هي دي جوهر الديمقراطية أن الناس أصحاب الحق هما اللي بيختاروا أين كان بقى ما أنا قلت لك أنا وأنا كان أنا كان ممكن نكتب شكوى لساد رئيس الجمهورية وأنا وصحت بهذا اللي قال لا دا حق دستوري ما حدش يستبعت بالانتخابات وكان ممكن يتم الاستجابة ببرقية خلاص النادي يمشي بقى مش حيقف علي أنا يعني يعني إنما نخلي نجنب النادي هذا الكلام وهو دا الدرس اللي احنا عملين نستوعبه من كل من كل الجهات بقى رسالتي مش تحد رسالتي لكل الجهات كل واحد يعمل دوره صح في استقرار المؤسسات مش النادي الاهلي بس بالضبط بالضبط انت حتى كمان يعني شي رائع جدا إن قانون الرياضة إدى للجمعيات العمومية للأندية وللهيات الرياضية كلها كل واحد يعمل لايحته كل واحد بيعمل اللاحة اللي بتديره فليكن الدور الرئيسي للجاه الإدارية سواء كانت لجنة أولمبية أو وزارة مرأب التنفيذ للقانون الخاص بكل نادي بس بإذن الله لكن إنه تواصل إذي أستخالي بقى لكل تجربة جديدة تايما بتاخد لها بعض الوقت حتى تستقر وترسخ ويبقى الأليات للناس اللي بتنفذ واضحة جدا قدام بس هي في وقتها الناس بتستسهلها أو لا تستشعر الخطر فيها إنما بيبقى اللي جاي هو الأسعب يعني بقى دبك دبك يعني كل واحد إذا كان صاحب حق ياخده إذا ما كانش صاحب عقم مؤكد يجنب مؤسسته هذا الكلام الجاهة الإدارية اللي يعني هاستقرار الأندي يجب أن تنظر يجب أن تنظر لده بعين الاعتبار الأساسي بس الأندي والهيات والمؤسسات هو أنت في الآخر طالما أنها مش مخالفة القانون بالضبط هي أنت اعتمدت نظامها وما فيش مخالفات على هذا النظام عشان كده دايما بيقولك فيه شكل وفيه جوهر نتمنى الأمور بإذن الله تعدي بما يليق بالنادي الآلي كل المرشحين ياخدوا زي ما بقولوا يبقى جيم فير بلاي الفرص المتكافأة واللي نزلين المرة دي إذا صدفوا متوفيق هتبقى حاجة جميلة إذا لم يدركوا متوفيق ياخدوا خبرات والناس عرفت مين دول واستطيعوا من خلال العمل التطوعي إنهم يقدموا نفسهم تاني الكاكوادر قادمة كلهم بلا استثناء في أي موقع في أي مكان وقد كان ناس كتيرة ما بتوفقش بترجع تدخل تاني وهنا حتى بيحضرني النموذج بتاع الأستاذ خالد عبدالقادر هو نموذج رقي جدا صحيح وهو ده ده اللي أنا أقصد أقوله تعني في الأخير وأنت عايز إيه عايز أخدم والله كان نفسي أخدم من جوه مش موجود جوه لو احتكتروني الحاجة برا أنا قال للأستاذ برايم الكفراوي عامل كده والدكتور الراني عامل وانا عامل كده مثلا دول دول موجودين وكانوا حولك شمعنا احنا ما احنا حرين بقى لكن الآلي فوق الجميع بيطبق مش شعار هو مش شعار ولا هو لا يلزم المسؤول فقط اللي كان موجود ده يلزم أبناءه كله حتى المترشحين الجداية يجب أن يعيشوا هذا الشعار نتمنى كل الخير أنا بس اللي عايز أقوله للجمعية العمومية لابد تيجوا ما فيش ولا منصب على التسكية دلوقتي كل واحد يجي دافع عن قناعته بالناس اللي نزل الانتخابات سواء خارج القائمة أو في القائمة استخلصوا من دروس اللي حكي نادي كلها أين تكمن مصلحة النادي الآلي مصلحة النادي الآلي في مجلس يعبر عن مصالحه يجيد التعامل مع بعضه يحط الشعار الآلي فوق الجميع سواء وفق أو غير موفق هو نبراسه والتزامه الجوهاري بش ماندس كنا سعادة بك جدا نهاردة أنا اللي سعيد كنت وحشت هنا وأنا أشكرك على هذه الصدافة وحشت ملك وكتابة تسكن للأسبوع إلا أنا مش عارف الصدافة كان عملت الصدافة ماشي تسكن الزباقة إن شاء الله لكن نتمنى كلنا بإذن الله نعيش يوم جميل